بسم الله الرحمن الرحيم بخش في الموضوع يعني معنى انه في حدث مهم خاص بهذه المهنة او بالناس اللي بتبيع الفول في الشوارع او بتبيع الكبدة في الشوارع او بتبيع السجوء والهامبورجر والحاجات دي في الشوارع عربية زي دي ده نموذج من ضمن العربيات اللي بنقول لحضراتكم عليها انها في حاجة التقنين التقنين اقر البرلمان امبارح او انه من حيث المبدأ في مشروع قانون اتقدم به النائب محمد علي يوسف وستين نائب اخرين بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة المواقع كتبت او الجرائد كتبت في هذا الموضوع الحقيقة يعني نقدر نقول ايه بنود شتى يعني يأتي مشروع القانون حسب تقرير الرجلة البرلمانية ايمانا من مجلس النواب بدورة تشجيع المشروعات متنهية الصغر ومنها عربات الطعام المتنقلة اللي هي زي عربية الفول دي احنا ان شاء الله هذا المشروع ومكتوب على حضراتكم كده مكتوب قدام حضراتكم كده ايه فول الارموطي مش كده مكتوب مش كده ابو العلاء يعني احنا واخنا بنفكر في هذا الموضوع احنا لقينا ان المسألة مش اهو فول الارموطة احنا ممكن نعملها تبقى سلسلة يعني احنا بنعمل بقى اعلان ضخم او تبقى سلسلة ان شاء الله كده ايه وبعد ما نخلص البرنامج نعمل عملية اشراف كده على كام عربية فول في ستة اكتوبر كام عربية فول في الجيزة مثلا كام عربية فول في القاهرة ممكن مفيش منع برضو كام عربية فول في الاليوبية ممكن نعمل مشروع ضخم جدا لسلسلة فول الارموطي على مستوى مصر اهو تبقى عربيات مش تبقى محلات لان النهاردة اللي بيبقى عنده عربية بيكسب بروح على طول فتح محل وبيخش بقى في الاطار ده يأتي مشروع القانون زي بقول لحضراتكم لتقنين عمليات اه او عرامات الطعام المتنقل انا معانا طبعا اي واحد موجود على العربية فول بيبقى معا مجموعة كبيرة من الناس بتساعده زي منا ابو المجد الحقيقة ايه مبضور اه وري وري شكلك ابو المجد للقناة 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 لله هات ابو المجد معانا عشان ابو المجد ده اه ده تمام اه عمنا ابو المجد بقى ايه عمل لك شوية اه اه ساندوشات اه فول وطعمية وبطاطس اه اه اطعم علم الحاجات دي و لا وايه ونضيفة نضيفة يعني نضيفة نضيفة يعني والقوطة والخيار عاملين شغل هاي الاول لها كل القناة النهاردة هتطلع بطنها ضربة لقدان كل الناس اللي اعضر اللي هتاكل فول وطعمية وبطاطس والزيت هيدرب في بطنهم كده كل طالع ان شاء الله النهاردة ضارب وفيه اكسادة وخصوصا الزملاء اللي معايا في الستوديو هنا والاخوة اللي جوا في الستوديو الرئيس خصص 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزي لتقديم كروض لهذه المشاريع بفقيدة متنقدة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيارة فرص العمل يعد مشروع القانون اللي جا تكون من 17 مادة اول محاولة متكملة في تنظيم نشاط بيع الاطعمة عن طريق عربيات الطعام اللي جا يعد بمثابة رسالة سياسية وضعها بدعم الدولة لهذا النشاط اجازة مشروع القانون في مواد بيع وتحضير واعداد الاطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة اللي هي زي العربية اللي بقول لحضراتكم علي دي بموجب ترخيص يصدر من وحدات الادارة المحلية المعنية والاجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يطيني متفوضة في ذلك معرفا وحدات الطعام المتنقلة اللي هي ايه بقة وحدات الطعام المتنقلة حلوة معرفا دي هي بقى وحدات الطعام المتنقلة هي وحدات الطعام المتنقلة سأبس لمركب لو تتعرف وداني كده الودنة زي الزار ما صلاش العيشة باين ولا ايه تحسوا كده اننا لبتعرف حد يكلمني كده يا شباب عشان او صمعكو اه يراYeah ده مشي زي مشي الحال انزوق بقى ايه بقى عربيات المتنقلة دي التعريف بتاعها ايه؟ كل عربة او مركبة او منصة ايا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير او اعداد او بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكلات والمشروعات وغيرها نقولها تاني تعريف العربات اللي هي عربات الاطعمة ايه التعريف بتاعها في القانون اللي وقف عليه البرلمان البارح ان كل عربة او مركبة او منصة ايا كان شكلها قابلة للحركة يعني ايه دي ممكن احركها هناك بعد شوية ممكن احركها في الروكل ده بعد شوية ممكن احركها برا الستوديو بعد شوية يعني انا اعتبر نفسنا في الشارع دي اول الشارع ممكن احركها على اخر الشارع ممكن بعد ما خلت شغلي اخدها واركنها قدام البيت عندي عشان ما حدش يعمل فيها حاجة او الممكن انا راح اغطيها بمفرش كبير كده بنفس الحاجة اللي عليها ادي مثلا فيه زيت فيه كمون باين ولا ايه فيه بيض اهو والله بيض حاجة محترمة جد اهو والله وفيه طبعا فلفل وخيار وبصل وملح وكمون لا 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 شغل 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 والخاصة هو زي الفل قلب الخصايا ربنا يخلي قلبك كده زي قلب الخصايا ده بحاجة انا بقى ربنا ده قلب الخصايا وزي الفل حاجة جميلة يعني احنا بنعد دلوقتي المسألة على ما نشوف بس حد اه من البرلمان لو حد معني بهذا الامر اه متاح يعمل معنا مداخلة متاح مش متاح الفكرة وصلناها لحضرتكم انه هل متاح حد يا شباب يخش طيب مش متاح حد يخش اه المادة اه تلاتة يلزم مشروع القانون في ماداته تلاتة وحدات التعامل المتنقلة باتباع احكام القوانين واللواقح لسيما الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستالكين والحفاظ على نظافة العامة ومنع التلوص والتخلص الامن من النفايات والمخلفات مع عدم الاخلال بقواعد السير والمرو حدد القانون اشتراطات منع الترخيص بتسغيل وحدة التعامل المتنقلة منها ان يكون طالب الترخيص وحسب القانون طالب الترخيص وحسب القانون في مادات 9 يحدد المحافظ او رئيس جهاز المختص بقية المجتمعات الى عمر النجي يعني عمرك بقى تقدر تعمل حاجة الا ما الجهات المختصة اللي هي المحافظة او يعني المحليات يعني المحليات هي اللي ادف الموضوع يعني هي المحليات كتنقصة يعني بعض اللي افترى من المحليات في اشياء ما المحليات كمان هنخليها يلها اليد الطولة في موضوع العربيات واو الاخر بردو واتمنى بس يكون فيه رقابة يعني فكرة الرقابة لا اتمنى تكون موجودة وانا بقى ارى الموضوع ان كل واحد وحليات الطعام المتركين تركيب جي بي اس يعني اللي بيبيع فول ده هيفهم جي بي اس مش قصدي هيفهم يعني بحيث يقول لكل واحد ركبه مميز ياسور السدلال على مكانه وموقعه كمرة تضمن اصح والالتزام بالنشاط يعني تقريبا تقريبا يعني اللي انا فهمه ان اللي اللي الشغل على العربية الفول ده لازم يكون لسنسا اذاب تقريبا يعني يعني بالمفهوم ده او لازم اللي بيعمل اللي هيبقى عنده عربية الفول لازم ياخد كورس الاول بالطريقة دي او اللي يعمل عربية الفول لازم نديله منحة او منحة دراسية يعني يدرس فيها كيفية العمل على عربيات الفول لانه لانه عم سعيد اللي في مصر الجديدة ولا عم رقفة اللي في اللي في الهرب ولا عم سيد اللي في اللي في لازغلي ولا اللي 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 بتاع ده الفول الجهش باين ولا الفول ايه اللي موجود في اللي قوليه عربيات مصر منبرة ولا بتاع ولا كلام من ده ولا اللي بيبيع كف ده في طريق شارع الجلاء في رمسيس ولا اللي بيبيع سجوء في أول مصر الجديدة ولا اللي بيبيع حلويات بيعمل حاجات بالكيك والميك والسيك والحيك والحاجات دي بيبيعها برضو في شارع السبق في مصر الجديدة قدام بانج سي اي بي كده كل الحاجات دي مش هيفهمها العادي مش هيفهمها العادي إما بقى بتاع الفول وهو قاعد كده يجيب معاه واحد معاه لسانس أو باكريريوس أو يجيب معاه واحد من الآي تي فت كده ياخد معاه باسم بتاع الآي تي يقعد جبه يقول له يا باسم اه احنا جيبي اس راح في ان يقوم باسم يقول له والله احنا راحين يميل احنا راحين شمال احنا راحين بتاع ويندي باسم قرشين وبعدين باسم ما خلص يجوا عن القناة اه مش هتنفع لكده حكاية جيبي اس دي غريبة شوية طيب هيبقى فيه بقى مخال اللي مش هيلتزم بمستعزيل الأمور في مدة لا تتجاوز عشر أيام اذا انقرت الفترة دون ازالة المخالفة للمحافظ المختص او الرئيس الجهاز المعنى او مفريضونها بقرار مسبب ان يضبط وحدة الطعام اداريا ووقف نشاط المدة لا تتجاوز شا فاذا استمر بشغل الوحدة ارتكاب المخالفة يعني معنى كده ان احنا مش هنسيبك لو انت خلفت هو الغريب بس اللي انا فهمه يجارة الترخيص تصدر مدة الترخيص لازم اللي يعمل عربية فول لا يقل سنه عن 18 سنة مش عربية الفول بس ان عربية الفول اي شيء مركبة اول اخره عليها اكل وبتتحرك مركبة دي بقى زي العربية دي نفترض انها مش فول ممكن تبقى كبدة القرموط ممكن تبقى سجوء القرموط ممكن تبقى فطاطر القرموط اي حاجة بنا ده اللي عايزي بيعطلب انها قابلة للمروح والمجية فالعربيات دي كلها لازم يكون سنه 18 سنة حزب القانون منها ان يكون طالب الترخيص شخص اعتباري او طبيعي في مصر وفي الحالة الاولية يكون قد بلغ 18 عام ولا يكون بمهمة اول يعني مثلا الاستاذ ابو المجد مثلا واخد سنة سجد قبل كد استاذ ابو المجد عليه مثلا عقوبة عرف استاذ ابو المجد رجل محترم ده جي بيقول والله يا اخي جابر انت كتكلمت بقى على موضوع الفول قلت له اه قالت ابا انا عايز اعمل ترخيص ممكن تتكلمين لحد في المحافظة باعتبر ان انا واسطة يعني فروح اكلم له ييجي بقى يشوف ابو المجد الصفحة بتاعت شكلها ايه يلاقى ابو المجد عنده جريبة ابو خلاب الشرف ده انا اعتبار يا حبيب ابو المجد او عنده جناية او اه اه واخد وصولات امانة على ناس او ناس واخدين وصولات امانة عليه وهو كالهم طبعا ابو المجد كده لا ابيض 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 اه والله زي الملح ده ابو المجد ده زي الملح ده يكف ان هو مسؤول عن المزاج العام للقناة ده راجل محترم جدا يعني كل الزوء هو هو رأفة زكى رأفة حبيب يا رأفة رأفة ان شاء الله انا عمله عربية فور رأفة هو رأفة هنا ولا مش خلع خلع فيه سنة بتشيل ليه اه يبال حالة الاولى انه سنه يكون شخص اعتباري من مصر طبعا قال لا يزيد سنه قال لا يقل لي سنه عن 18 سنة قال لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن رد اليه اعتبار اه ممكن دي حتة جديدة لو حد اتهمني اتهم باطل وانا خدت حكم ورجع لحقي مفيش مشكلة في دي يعني المهم برضو تكون يعني سخ صليم زي ما بيقول يعني مش عيل صايع والعيل سيس والعيل وعنده باشلة والعيل حشاش والعيل بيبيع حشيش ولا كده لو سوابق ولا بتاع الموضوع عايقون مقانن بس الفكرة كلها يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم اللي يتجاوز خمس سلاف جنيه لما اجي عمل ترخيص هتفع خمس سلاف جنيه بحسب نوع الوحدة وبرد الترخيص كل ده جميل وبس الفكرة كلها انه ده يبدأ من امتى مش عارف يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها لأكسر 20 الف جنيه او احده هما لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص او قام ببيع او تحضير او اعداد الاطرام عن طريق احدة وحدات الطعام المتنقلة والمخالفة لحكام الترخيص يبقى انا عندي حكتين مهمين انا معرفش وهيبدأ امتى طيب هل القانون ده بقى اصل راجعي هل الحاجات دي هتطبق على كل العربيات اللي موجودة دلوقتي في الشوارع ولا العربيات الجديدة ولا الناس اللي قبل كده كان لها تصريح واخد بقى اصل تصريح من المحليات وهو الاخر عشان يقف في الشارع انا معرفش الحقيقة يعني كنا نتمنى حد من رؤساء اللي جنف البرلمان المعنيين بهذا الامر يتكلموا لكن هما رفضوا التعليق كان فيه اتنين اتصالنا بيهم اللي اتنين قالوا هو القانون قدامكم ممكن تقروه لكن هما رفضت التعليق قطر خيرهم يعني المسألة مش في اطارها يعني يبقى احنا عندنا مثلاً ثلاث حاجات نركز عليهم سنه 18 سنة قال لا يقل لي سنه عن 18 سنة معلوش جناية معلوش جنحة معلوش حاجة بخلها بالشرف دي مهم العقوبة قالك ايه عشرين الف جنيه دي مهمة برضا العقوبة عشرين الف جنيه يعني اللي هيعمل اي حاجة مخالفة يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الاكسر عشرين الف جنيه او احدهم لمن قامة بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترقيص يعني مثلاً حضرتك جيت قول اعملينا بقى سنة وشاتر عشان هنخش بقى المعمع يلا روّق بقى والفول بقى تعالى اطلع جنب هنا تعالى انت حبيبي تعالى والله تعالى والله علش والمجد هياخد الشو كله بس دا كوي فيش مشكلة يا عايزك تروى عرقفة والنبي روّق رقفة كده ايه رئيس كله هيأكل على الهواء دا احنا هو رئيس دا موجودين اهو دا ونزيه نزيه هيأكل على الهواء كمان مين لا 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 رقفة دا رقفة اطعبون اهو دا دا حبيبنا اهو دا دا قدامه بقول لك وعاقب القانون بالحبس المدة لا تجاوز شهر يعني لو واحد عمل عربية بدون ترخيص او واحد عمل عربية ورخصها وخالف الترخيص فيتحب الشهر وبغرامة حدها الاقصى عشرين الف جنيه او احدهما يهم ياخد الغرامة والعشرين الف جنيه مع بعض لمن قام بتشغيل واحدة الطعام متنقلة دون ترخيص او قام ببيع او تحضير او اعداد الاطعام عن طريق احدة وحدات الطعامة المتنقلة بالمخالفة لاحكام الترخيص وفي حال العودة تضاعف العقوبة في حديها الادنى والاقصى يعني لو عمل عقوبة تاني لو عمل مخالفة تاني تضاعف العقوبة بقى يبقى بدل ما يتحب الشهر هتحب الشهرين وبدل ما يبقى عليه عشرين عشرين الف جنيه بقى عليه اربعين الف جنيه يعني هتخرب بيته فبالتالي اللي عايز يعمل عربية تفول يقنن الاوضاع مش هتعمل عربية تفول ما تقننش الاوضاع عايز تشتغل سليم في قانون دلوقتي البرلمان عامله هو الحقيقة ما عرمش برضه هتطبق من امتى انا ما فهمت شين هو هتطبق من امتى هلتطبق ابن العام الجيل هو طبعا الخبر بيقولك وافق البرلمان او مجلس النواب من حيث المبدأ فلسه هيتم اكرار وهلقولك تفعيله بقى بعد رمضان قبل رمضان او طبعا في رمضان في الصحور كل العربيات شغالة في الطريق وفي الصبح بسا كل العربيات شغالة في الطريق يعني الصبح ما شاء الله مصري بيبقى شكل او القاهرة بيبقى شكلها عظيم جدا 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 في ازل الطار فعموما ابرز ما في القانون قلنا لحضراتكم يعني الحمد لله وصلنا للحل فيه وانا كمان في امته في ستين نائب مع النائب محمد علي يوسف تقدموا به زي ما قلت حضراتكم تاني العربيات دي مش خاصة بعربيات الفول بس عربيات الكبد اللي في الشارع عربيات السجوء اللي في الشارع عربيات المنبار اللي في الشارع عربيات البتاع دي اسمها الفطير اللي في الشارع مش فطير اللي هي لا بيعمل فطير كده صغيرة كده ويحط فيها مربة بينها وطيع وتتلوى كده ويدهالك وتشرب وتأكلها وتبقى زي الفول وفيه عربيات حلبسة اوى الله عارفيني الحلبسة دي اللي هي البتاعة ده الحمص والحمص الشام والحاجات دي وكده دي اسمها عربيات حلبسة اوى الله ويه رئيس جدع جدع ده مين ده الرئيس اللي قال بطاطة ده مصطفى مصطفى ايه مصطفى طهور حبيبة مصطفى مصطفى ديكور معلنش انا فيم طغق مصطفى ديكور حبيبة مصطفى مصطفى ديكور وقال ضف علينا زي مننا مصطفى ديكور قال لك ايه وعربيات البطاطا اه برضو بيتبيع حاجات وبتاعه وكلام الان وفي عربيات بتعمل عصير برضو بتاعه في الشارع كده صح وفي عربيات بتعمل تالج العصير ابو تالج ده وبتعمل كم فونتاس كده قدامه صح برضو كده كل ده تمام كل العربيات دي طالما عربيات متنقلة ناخد بالنا تاني انه لازم يكون سنه 18 سنة لازم معلوش جنحة معلوش جناية معلوش اي حاجة ده تمام الاهم بقى في الامر اهلا استاذ خطاب وانه بيعمل اعمل طبق محترم كده لستاذ خطاب بس يلا لاحسن الاكل كده هيبرد عشان احنا خلصنا الوقت بتاعه لو ملتزمش يبع عليه 20 الف جنيه هيدفعهم او ياخد شهر حبس لو ملتزمش بعد كده ياخد شهرين حبس او 40 الف جنيه فاحنا نخلي بالنا والنبي من المسألة دي لانه الموضوع محتاج يعني تروي شوية للي اي حد عايز ياخد بتاع اسمها عربية فول بس اجيبلكو قلب الخاصايا انا بحب قلب الخاصايا القلوب دي بحبها او او الله حاجة كده يعني كان الناس في الزمالك لما كانوا عاملين تقرير الاسبوع اللي فات بيقولولي عربيات الفول بقت موجودة في الزمالك وعربيات الحلباسة موجودة في الزمالك اه والله اقول لك تبقى ايه كده اقول لك حلباسة تنزل تشتري الحلباسة الزمالك مستغربين جدا ان الحلباسة بتتبع في الزمالك بس خلاص بقى بتتبع بقى في كل حتة ده احنا ممكن نصدر حلباسة من هنا وراي او الله يبقى مشروع لتصدير الحلباسة الى الخارج او الله ونصدره بترعشان لناس تكي تؤكد الحلبان تعال معلم انت وهو تعال على من المصرفة تعالى رصد تعالى رجل تعالى مصرفة تعالى رعفة تعالى حبيبح تعالى تعالى نزوجا تعالى من اناها تعالى من اكل زيقى اهو تعالى اناهاهاهاهاها중 تعالى عصان للقطة تعالى благодарوا شانون تأخذوا صورة من العمي اللي باكل زيقها هو خلت يا معلم هات يا معلم ها؟ ما تبقى يا رأى يا صلى الله ما تبقى يا نزيل طيب يا عم احنا بنعذب يلا يا معلم قال لي يا عم انت باكلت تبقى أكل فول قبل كده ما نهض هات عم العز اللي عندك ها يا معلم ما تجي يا كبير معنا نعمة تعال ما انت كده بتقول شبس أوتوه تتعب يا الله نعمة تعال عشماوي عشماوي حبيبنا عشماوي حبيبنا الله استنى عشماوي جاي استنى عشماوي جاي استنى هرايه يا بلعلة ما تبقى يا بلعلة ايه طيب يا رئيس بنعبي عشفة ملحة وننهابع صحياة ملحة يا معلمonosك مننهابع الناس عز دلبر يا رجل مننهابع chain حنومة ممممم ملح 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 مصر ملح ننــــ ق Давайте خطق